مرحبا جيل 2007 معكم المعلمة رحب سليمان من منصة أساس تعليمية بأول حصة من حصص مادتنا لجيل 2007 مادة الإنجليزي طبعا كتير منكم بخاف من هاي المادة وبيخاف عشان انه هو ضعيف مش قوي ما تأسس منيح من قبل ما في أي مشكلة كتير طلاب يا ما طلاب كان مستواهم جدا جدا ضعيف صار بالآخر يطمحوا انهم يجيبوا علامة كاملة لأنه بإذن الله الشرح رح يناسب طالب الممتاز والمتوسط والضعيف رح أحكي لكم معلومات جدا مهمة معلومات تأسسية معلومات بامتحانات الوزارة بكل نص أنا حافظة كيف إجت الأسئلة على مدار السنوات عليه فما تقلقوا ما رح أبخل عليكم بأي معلومة المعاني رح أقرأ لكم إياها النص بكون عم بقرأ وأنا عم بشرحه المعاني بحاول أقرب لكم إياها لحتى تحفظوها احكوا بسم الله وخلينا نبلش بس في ملاحظة جدا مهمة إنه كتير مهمة تكونوا حاضرين التأسيس المبتدئ اللي أنا منزله من فترة هو أربع حصص كتير مهم وفي حصة اللي هي عن كيف تجاوب على سؤال النصوص هذا جدا جدا مهم لأنه يعني رح يساعدنا اليوم فأنا رح أذكركم بإشيان إحنا حكيناها بالتأسيس مع هيك أنا بذكركم خلال الشرح مثل ما بتعرفوا رح أشرح على الدوسية تبعتي اسمها دوسية الراهوف ممكن تكون موجودة بالمكتبات ممكن خلصت بس يلي بيطلب البطاقة أكيد رح توصل معي البطاقة الدوسية مثل ما تشوفوا ترتيب الدوسية مو موجود أبدا بأي دوسية تانية لأنه براعي الطالب وكيف بدو يدرس الدرس فمثلا رح يكون عنا جدول معاني عربي إنجليزي هدول المعاني بيساعدوك للترجم هاي القطعة انت بدك تتعلم الترجمة ما حدا يترجم لك ومع هيك نضرب بعض صفورين بحجر انه ناخد معاني الإنجليزي إنجليزي خلال الدرسيني أنا حخليكم تحفظوا معاني الإنجليزي إنجليزي أول بأول وما تراكموا على حالكم وكل فقري رح يكون بعدها الأسئلة تبعتها ماتي لو الموضوع جدا سهل أوكي وهكذا باقي النص معاني نص إنجليزي إنجليزي وأسئلة أوكي بإذن الله الأمور رح تكون يعني جدا سهلة وفي متناول اليد خليني أحكي لكم معلومة تأسيسية بسيطة أخذناها عن الهيد ناون الإسم الرئيسي إذا أنت طالب ما بتعرف الإسم الرئيسي بتكون ما أحضرت التأسيس أحضر التأسيس لحتى تعرف هاي المعلومة اللي رح أحكي لك إياها جدا مهمة المعلومة للإسم الرئيس إنه بيكون في عندي بالقواعد إسمان إسمان واحد مفرد واحد جمع طيب أنا على أي أساس بدي أختار الفعل تعرفوا في أفعل تأخذ الإسم المفرد في أفعل تأخذ الإسم الجمع طيب كيف أعرف لما يكون عندي إسمان الإسم الرئيس بالبداية بيكون بأول الجملة ما قبل حرف الجر فأنا شوفوا شو رح أطلع لكم يعني العنوان رح أطلع لكم منه فكرة فما بالكم من الدرس طلعوا العنوان درسنا الأول اللي هو The History of Computers تاريخ الحواسيب بدي أحط لكم فراغ هون لنفرض أنه هات سؤال قواعد وقلت لكم هنا مثلا بدي أكتب is وبدي أكتب are تعرفوا أنه is للمفرد وare للجمع وهون عندي The History of Computer كلمة history بمعنى تاريخ وهي كلمة مفرد وكلمة computers وهي جمع يعني عندي مفرد وعندي جمع أي واحدة من هدول الكلمتين هي رح تكون البص يعني الرئيس وهي رح تحدد إذا أنا رح أختار جواب is للمفرد أو are للجمع اتذكروا شو حكيت لكم عن الهدنار بتكون الكلمة بالبداية قبل حرف الجر يعني أي واحدة يوين حرف الجر هايو الكلمة اللي قبله هي The History بما إنه The History مفرد فرح يكون الجواب is هاي معلومة تأسيسية مهمة كتير موجودة بالعنوان يلا نبلش بمعاني الدرس معاني الفقر اللي أولى Square Meter من كلمة متر اللي هي يعني متر متر مربع Types or Kinds بمعنى أنواع People الناس شو مفرد People Person Bravo Accumulate تتسع Needed حتاج Was كان Think فكر أو يفكر Computer Program برنامج الكمبيوتر Thousands آلاف Use يستخدم Greece Yunan Develop تطورت Inventors مخترعين First أول Metal Machine آلة معدنية كثيرا بتسمعوا كلمة Machine تبعط الأهوة المachine 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 معناها آلة أوكي Metal معدني فآلة معدنية Years سنوات Minutes دقائق Found تم إيجاده هي verb تولى فعل Find Large كبير Room غرفة During بمعنى خلال Modern Computers حواسيب حديثة Generation جيل Decade عقد العقد يامس هو العشر سنوات كيف مثلا نحن عنا القرن مئة سنة طيب العشر سنوات شو بنسميها عقد وهي كتير مهمة Enough بشكل كافي When عندما Invented اختريعت Work تعمل Calculation عملية حسابية سيبد قاع البحر من كلمة سي بحر فسيبد قاع البحر Make يصنع Believed يعتقد Scientist علماء Complete تكتمل More أكثر أخذنا هدول المعاني بدنا نبلش هلأ بالفقرة شوفوا أنا رح يكون شرحي جدا جدا دقيق بس طبعا ليش دقيق يا مس مشان تفهموا علي كل شي بحكي ورح أتعمق كتير بالدرس يلا أول جملة بتحكي لي When When أخذناها بمعنى شو بمعنى عندما When You أنت عندما أنت When you are using دائما دائما بترجمة ما ترجم الفعل المساعد إذا كان فيه فعل رئيس الفعل الرئيس Using ما ترجم Are ترجم using عندما أنت Using تستخدم a computer لما بتستخدم computer Think فكر about the technology فكر بالتكنولوجيا تعرفوها That is needed يلي هو احتاجها الكمبيوتر احتاج التكنولوجيا for it له to work حتى يعمل فأول جملة عم تحكي لي عن شو عن أهمية التكنولوجيا للكمبيوتر رح حتى يعمل هل الكمبيوتر أو أي جهاز بدون تكنولوجيا بيشتغل أكيد لا أوكي طيب هاي الجملة بيجيك عليها طبعا أنا بحكي لك شو بيجيك أسئلة مشان لما نخلص الدرس نكون مفرميتين وفرمتها أول جملة بتحكي لك ممكن يجي عليها سؤالين سؤال الأول اقتبس الجملة اللي بتحكي عن the importance إيش يعني importance أهمية أنا عادي بدي أفترض أي طالب ما بعرف ولا معنى the importance of technology الجملة اللي بتحكي عن أهمية التكنولوجيا هي اللي هي الجملة الأولى لأن الكمبيوتر بدونها ما بيشتغل وتاني السؤال ممكن يجيك عنها ماذا يحتاج الكمبيوتر حتى يعمل يحتاج technology برافو عليكم هيك تمام هيك تمام فأول جملة حكينا عن أهمية التكنولوجيا وشو الكمبيوتر بيحتاج حتى يعمل أوكي طيب الضمائر بس نخلص كل فقرة برجع للضمائر بيجي على الجملة الثانية جملة جدا 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 شو مهمة الجملة يامس بتحكي لك الثانية people have been using have been using هاي قاعدة ما رح أتعمق فيها هلأ لأن حيزت أنوانها مضارع تام مستمر وقاعدة المضارع التام مستمر بتستخدم لما بدك تحكي عن شيء حدث بالماضي وما زال مستمر للآن أوكي أوكي فبتيجي بتحكي الناس have been using حكينا ما ترجم الأفعال للمساعدة لا ترجم have ولا ترجم been ترجم بس using يعني الناس تستخدم من زمان تستخدم ولا حد هلأ بتستخدم types شو حأخذنا معنى types أنواع وهون في عندي كلمة kinds برضو بالمعنى أنواع الناس بتستخدم أنواع الكمبيوتر types of computers for thousands of years بتستخدم أنواع الكمبيوترات for يعني لمدة بتستخدم أنواع الكمبيوترات ل thousands يعني أخذناها هلأ آلاف هايها ل هنا years سنوات وهون thousands آلاف بتستخدم أنواع الكمبيوترات لآلاف السنين طب تعالوا تعالوا نيجي للمنطق مس الكمبيوتر ما زر له 100 سنة الكمبيوتر اللي قدامكم الPC اللي أنتو عم تشتغلوا عليه مثلا ما زر له 100 سنة شو أصدهم آلاف السنين شواني اللي عم بيكذبوا علينا أو بتهبلوا أكيد لا بصركز معي في كتير معلمين حكوا إنه هاي الجملة خاطئة لأنه الكمبيوتر هم رح يحكو لكم إنه هاي الجملة خاطئة بس أنا بحكي لكم الجملة مش خاطئة تعرفوا ليه لأنه يا ميس ما عم بيحكوا فقط عن الكمبيوتر اللي هو شاشة كيبورد ماوس كيس ما بيحكوا عن الكمبيوتر يا ميس هم قصدهم بكلمة كومبيوتر يعني أي آلة طب ما صار لنا يعني مش في علماء من آلاف سنين عم بيختروعوا آلات أوكي فهم قصدهم عن جميع الآلات إحنا يا ما أخذنا جهاز الكذا اختروعوا العالم كذا بسنة كذا جهاز اختروعوا كذا بسنة كذا ففعلا هاي الأجهزة صار لها آلاف السنين فهم بكلمة كومبيوتر لا يقصد أي كومبيوتر شخصي ولكن يقصد أي جهاز له علاقة بالتكنولوجيا أو الكهرباء تفقنا تفقنا فهي الجملة تحكي عن إنه الناس استخدمت الكمبيوترات من آلاف السنين حلو حلو بدي أحكي لكم نقطة جدا مهمة ليه أنا حكيت لكم كلمة معناها أنواع وقلت لكم فيه كلمة كينتز ليه قعدتيني كلمتين إنتي فيه كلمة موجودة بالفقرة بس فيه كلمة مو موجودة بالفقرة شو أحفظها يعني ركزوا معي أحكي لكم الفخ اللي بتعمل الوزارة للطلاب بتجيب للطالب سؤال هذا السؤال بتكون حاطة فيه كلمة هاي الكلمة يا مس ما بتكون موجودة بالنص بس بيكون إلها المعنى مشابه لمعنى كلمة تانية بالنص يعني هذا السؤال جابته مرة الوزارة على هذا الدرس كانت جايبة بالسؤال بدل كلمة تايبز جايبة كلمة كاينتز الطالب اللي ما بعرف معنى كاينتز ما عرف يجاوب بالسؤال الطالب اللي بعرف كاينتز وتيبز نفس المعنى فيجا على الجملة اللي فيها تايبز وعطاياها كاملة هيك جاوب الجواب صحيح هتمرق عليكم كثير أشكال من هاي الأسئلة وأنا هلأ كمان كاتبالكم أمثلة أخرى عليها فهاي الجملة بتحكي عن إنو الناس استخدمت أنواع الكمبيوترات من ألاف السنين حلو حلو نيجي هلأ على الفكرة اللي بعضها حكينا أول فكرة أهمية التكنولوجيا تاني فكرة الناس استخدمت أنواع الكمبيوترات على مدار الزمن الفكرة الثالثة بتحكي لك عن metal machine يلا شو حكينا كلمة machine machine حكينا آلة في آلة معدنية شو مالها آلة معدنية was found was found يعني وجدت وين وجدت وين المكان مين الشاطر يحكي لي كيف بسأل عن المكان المكان بسأل عنه be where أين أين وجدت on the seabed in Greece شو حكينا معنا seabed من كلمة se بحر seabed قاع البحر وجدت هاي الآلة المعدنية في قاع البحر وين بالزبط أي دولة be Greece باليونان حلو هاي شو هاي المكان طيب متى متى لقوها بدن الزمان that was more than two thousand years old صار لها أكتر من الفين سنة oh my god كتير كبيرة أوكي فأنا بسأل عنها هون be متى فأنا هون بطلع لك من هاي الجملة السؤالين السؤال الأول أين تم إيجاد أول metal machine أو المتال ماشين أين تم إيجادها وين بتحكو المكان on the seabed in Greece طيب لو سألتكم متى تم إيجاد المتال ماشين was more than two thousand years old من أكتر من الفين سنة تعرفوا هنا في كلمة old حد أنتبه ولا لا آه يا مس شو بتذكركم كلمة old لما أسألك أنت how old are you how old are you how old old يعني كم عمرك بس شو دخل العمر هون ليش زابوا سيرت كلمة old اللي هي بتحكي عن العمر لأنه هون هم بحكوا عن عمر الآلة فممكن يجيب لك سؤال كم عمر الآلة بدل متى لقوها كم عمر به how old كم عمر اتفقنا اتفقنا بعرف حكيت كتير بس إنه في كتير معلومات مهمة أوكي فبس عمرها ما تحكوله ما تحكوله two thousand years old ما تحكوله بس الفين لأنه ما حكالك عمرها الفين حكالك was more than two thousand years old يعني عمرها أكتر من الفين سنة حلو بحكي لك it is believed يعني يعتقد إنه هي was the first ever computer إنه هي أول كمبيوتر على الإطلاق فالأسئلة اللي بتيجي هون أول جملة عن أمية التكنولوجيا تاني جملة إنه الناس سرلها ألاف السنين تستخدم الكمبيوترات تالت جملة عن الميتان ماشين أين ومتى تم إيجادها نيجي على الفقرة اللي بعد هاي الفقرة كتير حلوة بس فيها هيك يعني متاهة شوي شوفوا معي هلأ هون رح يحكو لك عن تاريخ nineteen forty's رح يحكو لك عن هاد التاريخ صارت فيه شغلتين ورح يحكو لك عن رح يحكو لك عن شو كمان خلينا نحكي one such model نحكي عن model أوكي رح يحكو لك عن المodel في model نموذج رح يحكو لنا عنه شغلتين أنا هلأ بيعطيكم إياهم كاملين لأنه بهاي الفقرة هيخربطوهم يعني رح يعطوك أول شغلة صارت في الاربعينات بعدين ينطوا على أول خاصية من خصائص هذا النموذج بعدين يرجعوا لتاني شغلة صارت في الاربعينات بعدين يروحوا على تاني خاصية من خصائص الكمبيوتر فأنا من هلأ بيعطيك شو صار بالزبط الـ 1940 صارت مش بس هي 1840 بالزبط بالاربعينات يعني صار شغلتين شوفوا كيف تحفظوها first first أول أول صار عندنا أول أول إيش أول خلينا نحكي generation of modern computers أوكي first هون بدأ أكتب بس generation يعني أول جيل من الكمبيوترات الحديثة أو الكمبيوترات الحديثة صارت بالاربعينات والشغلة الثانية صارت بالاربعينات أول computer program first computer program أول برنامج computer فبالاربعينات صارت شغلتين أول أول الموديل هذا النموذج أول نموذج عملوه إله خاصيتين الخاصية الأولى إنه هو big يعني كبير الخاصية الثانية إنه هو slow بطيئ تمام هدول هم اللي رح يحكوهم بهذه الفقرة بس رح يبدلوهم رح يحكو أول شغلي هون دين تاني شغلي هون دين تاني شغلي هون دين ربي شغلي هون فأنا من هلأ حكيت لكم أوكي يلا هلأ هون بيحكي لك in the 1940s هذا حرف الأس اللي موجود هون يامس أي تاريخ أي تاريخ أي تاريخ ينتهي بحرف أس يعرفوا أنه هذا الأس اللي هو قصدهم عقد اللي هي أخذناها هون بمعنى إيش decade عقد قصدهم إيش أني عقد يعني مش بس بالألف وتسعين أربعين بالزلط بالألبيعينات يعني أنت أسألك موليد التسعينات ولا ألفينات بتحكي لي ألفينات ألفينات يعني من 2000 لألفين وتسعة أنا موليدي التسعينات يعني من 1990 لـ 1999 يعني أنا مولودة بواحدة من هدول السنين فهو بالأربعينات يعني قصدهم من 1940 للتسعة وأربعين عشر سنين بحكي لك بالأربعينات technology technology had develop تطورت حلو بلاش التكنولوجيا تطور enough بشكل كافي لمن for inventors للمخترعين ليش اللي صار اجروا على المخترعين حكو لهم يلا هاين لقينا آلة معدنية بالبحر بدنا ياكم تعملوا أجهزة مطورة منها حكو لهم أنتو كيف لكم يانا نعملكم أجهزة مطورة وأنتو أصلا مش عاملين تكنولوجيا منيحة طب ما هو الجهاز بلا تكنولوجيا ما بشتغل حكو لهم أوكي هاي حجتكم يلا فنحن هون بحكو لكم هاينا نطورنا التكنولوجيا التكنولوجيا تطورت بشكل كافي لمين للمخترعين حتى ما يظل عندهم أي حجة ليش أول جن أول جن من الكمبيوترات الحديثة هاي أول شغلة صارت بالأربعينات أوكي أوكي ها مش حكيتلكم هلا رح ينتقلوا للموديل ويحكو لكم أنه هو كبير فبيشوا بحكو لك وانسات موديل أول نموذج وصو لارج كان كتير كبير لدرجة إنه نيدد احتاج روم غرفة هاي الغرفة مساحتها 167 سكورة متر أوف كومبيوتر بده غرفة مساحتها 167 متر مربع ليش تأكمديت لحتى وسعها ليش هالقد كبير الكمبيوتر يعني هاي ما بده غرفة هاي بده قاعد أفراح بصراحة فهاي الجملة بتحكي إنه هاي الكمبيوتر كان كتير كبير الجملة من الحرف الكبير للنقطة حلو خلصنا أول جيل من الكمبيوتر الحديثة وخلصنا أنه أول كمبيوتر كان كبير هلأ نرجع لتاني شغلة صرت بالأربعينات وشوفوا شو رح يحكو لك أخذنا معناها هون اللي هي خلال 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 هداك العقد أي عقد أصدهم عقد الأربعينات يعني أنا بقدر بقدر أبلش لك هاي الجملة بشو ب in the 1940s هاي وحطها هون خلال هداك العقد يعني أول جملة وثالث جملة صاروا بالأربعينات فخلال هداك العقد اللي هو الأربعينات شو صار أول برنامج كومبيوتر فهي الجملة بتحكي عن أول برنامج كومبيوتر خلصنا من أول برنامج كومبيوتر الشغلتين صاروا بالأربعينات هلأ بنينجع الصفة الثانية لهذا النموذج الصفة الثانية يلي هو بحكي لك it took 25 minutes 25 دقيقة to complete one calculation off شو اللي بيده 25 دقيقة مشان يعمل عملية حسابية واحدة إيش هاد يعني فهون بتدل على إنه هو كتير إيش slow بطيق وعفكرة رح يجيك بالسؤال اقتبس جملة اللي بتحكي عن إنه هو كتير بطيق بس ما عندك كلمة بطيق فتكم تعرفوا مادة الإنجليز كتير فيه بالنصوص تبعتها أفكار استنتاجية إنت بدك تستنتج حتى في أفكار استنتاجية كمان بالفقرة الثانية من هذا الدرس فيه إشي كتير إنت بدك تستنتجها ورح يسألك عنها مشان هيك إنت لازم تأخذ شرح هيك شرح عميق وأنا طبعا حاب أحكي لكم الطلاب اللي رح يسجلوا معي بالبطاقة بعد كل وحدة يعني هلأ الوحدة الليقوله فيها ثلاث نصوص بس إن خلص ثلاث نصوص رح يكون فيه حصة مراجعة لهذه الثلاث نصوص بيكون عبارة المراجعة عن نقاط بكتب لكم إياها على اللوح إنه الدرس الأول بناقش النقطة هاي وهاي 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 وبعطيكم كل أسئلة التعداد اللي ممكن تيجي على هذا الدرس هي طلاب البطاقة أوكي تمام في طلاب جابوا البطاقة يا سو فحكينا إنه هنا هو كتير بطيء لدرجة إنه بيديو خمسة وشين دقيقة ليكمل عملية حسابية وحدة فخلصنا هاي الفقر حكت عن أول جيل من الحواسيب الحديثة وأول كمبيوتر برنامج كمبيوتر وإنه أول نموذج كان كتير كبير وكان كتير بطيء خلصنا خلصنا تمام نيجي هلأ في شغلة ما عملنا هاي اللي هي الضمائر يلا الضمائر باللون الأصفر بعرف إنه كتير عجقة بس معلش يلا ضمير الذات يعود على تكنولوجي دائما لما ترجع ضمير على كلمة إذا كان معها ذا أو آن أو أ خدهم معها عشان تجاوب دائما دائما أنا خلص من هون المس بتحكي لك جاوب جواب كامل طبعا في طلاب فكروني بحكي جاوب جواب كامل يعني آسلني الجملة كاملة لأ مس جاوبة تكون كامل منطقي فهون ذات بتعود على تكنولوجي برافو يلا وين الضمير الثاني إت إت اللي هي للكمبيوتر أه كومبيوتر مش كومبيوتر اللي هو يحتاج مين اللي يحتاج للكومبيوتر طيب الضمير الثالث وينه هيا ذات ذات بتعود على المتال ماشين مثل أنتوا بالبداية الضمائر حتصيروا تحفظوهم بس شوي شوي لقدام مع الدروس حتصيروا تفهموا يعني أنا دائما بحكي الضمير بنحل على الترجمة ترجمة اللي بعد الضمير الجواب بيكون قبل الضمير يعني مثلا عندي هون ذات ذيس وز ذي فرس اول كومبيوتر ذيس هاد أول كومبيوتر إيش هو هاد برضو ذيس بتعود على اللي هي أميتال ماشين تمام تمام أوكي نيجي على الضمير الخامس هون عندي ات بحكي لك خلينا نترجم اللي بعد الضمير بحكي لك أنه هاد الموديل كان كتير كبير لدرجة أنه هو احتاج غرفة مين اللي احتاج غرفة الموديل فات بتعود على ما تحكي لي موديل لحا رحكي لي وان ساتش موديل أوكي يلا الضمير السادس وينه هايو ذات بحكي لك أنه احتاج غرفة هي 167 مربع شو هي اللي 167 متر مربع الغرفة فات بتعود على أروم أوكي الضمير اللي بعد الضمير اللي هو سبعة طبعا بحكي لك إنه 167 متر مربع لحتى يوسعها يوسع إيش يوسع الموديل فالإتها بتعود على برضو وان ساتش موديل في عندي ضمير تمانية اللي هو هاده بدي أحكي لك إستو لأنه صرت كتير مشاكل عليه صراحة فيه يعني المعلمين الله يعطيهم ألف عافية بس فيه كتير معلمين صاروا بيعود على هيك لا بيعود على هيك والطالب يحكي بيعود على هيك ومدرس المدرسة يحكي بيعود على هيك صارت مشكلة كتير كبيرة أنا حابستلكم إياها ضمير اللي إت هذا يحكي لك إنه هو استغرق 25 دقيقة لإكمال عملية حسابية وحدة في ناس انقسمة لقسمين تحكي لك اللي إتهاد إنه يستغرق اللي إتهاد بتعود على اللي هي على أول برنامج كومبيوتر وفي ناس انقسمة قسم تاني إنه هذا الإت اللي هو هو يستغرق 25 عملية اللي هو إكمال عملية حسابية واحدة في ناس حكت لا ما رجعت على أول برنامج كومبيوتر رجعت على إكمال to complete إكمال عملية حسابية واحدة فأنا بدي أختصلكم إياها مش هو البرنامج هو نفسه اللي رح يكمل عملية حسابية واحدة لاحظ التأمل آه والله نفسه فهم لا بيعود على هيك لا بيعود على هيك يا مس ما هو نفسه نفسه لإكمال عملية حسابية واحد ما هو مين اللي بيكمل عملية حسابية اللي هو برنامج كومبيوتر أوكي أوكي فبس هاي هي أنا بالنسبة لي أحكي لكم الصافي الوزارة لو جابت هذا الدرس عشر مرات ما رح تجيب ضمير الإتهاد ليش لأنه ضمير الإتهاد خلينا نحكي مستوى يعني عالي على طلاب توجيهي لأنه هوover هيكوة للأصح للأصح يعود على إكمال عملية حسابية واحدة أوكي بس أنا اللي بدي أحكي لكم يا أنه ما تهجئوا حالكم فيه هو يعود على إكمال عملية حسابية واحدة أنتوا بس احفظوا حفظ أنا أحكي لكم لو إيجا هذا الدرس عشر مرات ما بيجيبو لكم هذا الضمير لأنه بالعادة بيجيبوا ضمير بارز مثلا بيجيبو لكم مرة إيجا هذا الدرس إجا ضمير أنه كان أول كمبيوتر على الإطلاق وهي مثل ماشين هيك ضمائر أو بيجيبوها ضمائر واضحة ما يخربط الطلاب فيها لأنهم مش من صالحهم يصير في ضجة تمام نيجع على English English meanings برنامج شو بنحفظ منه طبعا ما تحفظوا للتعريف بعرف في كتير معلمات خصوصا للطالبات بقولوا لهم أنه احفظ التعريف كامل لا يا مس ما عمره خلص الوزارة من 2015 بعدها ما يرجعوا جابوا أنه اكتب لي تعريف بيعطوك التعريف وأنت تكتب كلمة موجودة بالنص أنت تستخرجها ليش عشان كل الطلاب يكتبوا نفس الإجابة واللي مش كاتب هاي الإجابة هون بيأخذ خطأ أما أكتب التعريف فيه وطالب حيكتب لي كلمة من التعريف طالب كلمتين طالب ثلاث كلمات من التعريف مش صح الموضوع طبعا كلمة program برنامج إذا شفت تعريف فيه كلمة instructions بمعنى تعليمات على طول اكتب له program إذا شفت تعريف فيه maths or numbers يعني أرقام أو رياضيات جاوبوا بي calculation فهذه الكلمتين جدا مهمات نيجي هلأ على الأسئلة الأسئلة بإذن الله رح نجاوبها بشكل سريع لأنه خلص أمورنا تمام السؤال الأول دائما دائما حدد نوع السؤال ما هي أنواع للأسئلة يا مس اقتباس تعداد ضمير ومعنى نيجي على السؤال الأول بلش بwh هي when وين يعني متى when and where متى وأين was the first أو oldest computer found يعني متى وأين تم إيجاد أقدم كومبيوتر حكالك متى وأين خلاص عرفت الجواب شو رأيكم أنا هلأ بدي أمسح مشان ما تصير عج أكتير وأنا عم بحل أوكي يلا نيجي هلأ على متى وأين تم إيجاد أقدم كومبيوتر على الإطلاق لما حكوا لك هاد أول كومبيوتر على الإطلاق كلمة first تعني oldest يعني أقدم كومبيوتر شو هو الأقدم كومبيوتر المثل مشيل متى وأين بتجابه on the seabed in Greece that was more than 2000 years old لهون في طالب يحكي لي طب مثل عادي لو جوابت الجملة كاملة من عند أميتال برضو عادي صحيح بس أنا دائما بفضل إنك تجاوب على أدي السؤال بالضبط السؤال الثاني how old شعني how old كم عمر كم عمر أقدم كومبيوتر عمره ما تحكي 2000 سنة وبس يحكي more than 2000 years old أكتر من 2000 سنة أوكي السؤال الثالث what does a computer need to work what does a computer computer need يحتاج to work يعني شو بيحتاج الكمبيوتر to work ليعمل ماذا يحتاج ماذا يحتاج technology يحتاج تكنولوجيا لا يعمل السؤال الثالث شو نوع الرابع شو نوع code the sentence طبعا اللي حاضر معي حصة على يوتيوب هي كتير مهمة يلي هي كيف تفتح الأسئلة النصوص فكتير مهم تحضروها حكيت بالتفصيل عنها عن الاقتباس code the sentence دائما دائما سؤال الاقتباس ظلك احدف احدف كل هادل عندي ذات وقف لأنه هيكلها صيغة سؤال فاللي بعدها بحكي لك اقتباس الجملة اللي بتدل على أنه people الناس استخدمت a lot of kinds اصدمت أنواع الكمبيوترات على مدار الزمن جاب سيرت الناس وأنواع حكيت لكم بالسؤال حكيت لكم بالشيء kinds نفس معنى types أنواع كلمة types من موجودة هايها من عند people have been using الناس استخدمت أنواع الكمبيوترات على مدار الزمن أو لآلاف السنين هذا هو جواب السؤال الرابع الخامس when يعني متى متى كان the first generation of modern computer يعني متى كان أول جيل من الكمبيوتر الحواسيب من ياسي الكمبيوتر الحديثة هون هاي 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 هي generation of modern computers متى طبعا انت رح تحكيله انذا twenty nineteen forty سؤال ستة اقتبس الجملة اللي بتدل على انه the first computer was developed in احكي لكم هاد السؤال كيف رح يحله نوعين من الطلاب في نوعه من الطلاب بيشوف سؤال اقتباس بيقرأ هكسر بيوصل عند التاريخ آه التاريخ هي موجود هون فبيقتبس السؤال من هون لهون وطبعا هاد خطأ وكتير كبير انت وقعت بالفخ ليه ما تخلي اي تاريخ يخدعك لان انا حكيت لك بهذا التاريخ صارت شغلتين بيحكي لك هون عن the first computer program وين اول برنامج وين اول برنامج computer هاي اول برنامج computer موجود هون the first computer program مش حكينا during that decade خلال هداك العقد اللي هو عقد الاربعينات برافو فالجواب حيكون من هون لهون فكتير مهم تكونوا دائما مدقيقين بالسؤال السؤال السابع برضو نوع من انواع الاقتباس write down the sentence which indicates لعند الذات بحضفها بحكي لي عن the first modern computer was a huge or large اول computer برنامج computer كان كبير sorry اول نموذج يس اول نموذج computer كان كبير وين اول نموذج كان كبير اللي بيحكي عن الغرفة كبيرة متر مربع هايها شايفين هاي تاخدوها كاملة من عند one such model لعند النقطة دائما جواب الاقتباس من حرف كبير لنقطة اوكي السؤال اللي بعد the first model طبعا هون هون من بين نوع السؤال فروح لآخره بحكي لك write down a piece of evidence يعني برضو سؤال اقتباس اقتباس وبرجع للبداية اقتباس اول برنامج computer او اول computer حديث كان slow بطيء وين الجملة اللي بتحكي انه هو كان بطيء انه استغرق 25 دقيقة فالجواب رح يكون من عند هون لعند calculation والسؤال الاخير بحكي لك find a word دي الكلمة يلي بتعني a way of using numbers اللي هي من كلمة numbers رح تعرف انه الجواب calculation عملية حسابية تمام تمام امرنا هيك كتير الحمدلله لهلا نيجي على الفقرة التانية computer chip من كلمة chip تعرفوا chips ليش اسمه chips chips لانه رقائق chips رقائق رقائق الذرة هي بلحرة رقائق الذرة المقرمشة ما بعرف صراحة بس كيف مثلا chips البطاطا اسمه chips لانه بيكون عبارة عن رقائق كتير صغيرة فنحن computer chip يعني رقاقة computer طبعا نحكي احنا عن اشي بشبه الميموري الذاكرة هيك اش كتير صغير appeared تم ظهورها until حتى floppy disk قرص المرين shared مشاركتها first time اول مرة personal computer حسوب شخصي produced تم انتاجها followed تبعها British scientist عالم بريطاني buy purchase يشتري هنا كلمتين لأنه اجت هاي الكلمة للجيل 2002 بامتحانهم الوزاري then بعدها computer mouse فقرة الحسوب most اغلب code استطاع نيجي هاي الفقرة اسمها كتير حلوة عبارة عن اختراعات كل اختراع متى حدث بس ثلاث اختراعات واحد هيحكولي فائدته واحد كمان هيحكولي فائدته واحد هيحكولي مين يلي اختراعه فاشوفوا معا اول شي رح نصير نحدد بس الاختراع وباي سنة فنبلش من هون اول اختراع هو the computer tip اول رقاقة computer متى برافو تاني اختراع the first computer game اول لعبة computer متى كانت was produced in 1962 برافو بعدين بيجو بحكولنا هلا طبعا هاي رقم اتنين الاختراع التالت بحكي لك followed two years later بعد بسنتين شو ايجاني computer mouse فقرت الكمبيوتر هاي رقم ثلاث حكولك ولا ما حكولك متى صارت الكمبيوتر ما اعطوك تاريخ بالارقام بس هون في عندي استنتاج مهم كتير ويجعلي سؤال وزاري شو هو الاستنتاج حكولك الكمبيوتر game لعبة الكمبيوتر انتجت ب62 بحكي لك followed two years يعني تابعها بسنتين اجتني الكمبيوتر ماوس يعني الكمبيوتر ماوس ذاك انو رياضيات يلا 1962 زائد 2 1964 فهذا هو بيكون الجواب فهون الكمبيوتر ماوس بتكون شو 1964 حالو يلا اللي بعدها بحكي لك in 1971 بال71 the floppy disk القرص المرن اوكي هاي التاريخ طبعه ما رح اقرأ هاي الجملة رح ارجع لها نعمل escape لعند النقطة نيجي على the first pc عارفين ال pc اللي هو الكمبيوتر الشخصي اوكي الحاسوب الشخصي was produced تم انتاجه باي سنة ب1974 اوكي ما رح اكمل حكي عنه طيب هلا بعدها نيجي على الفقر التانية بحكي لك الناس قدرت تشتري لابتوب طبعا هون ثلاثة هذا الرقم اربعة وهات خمسة وهذا ستة اللابتوب رقم ستة بعد اللابتوب اللي هي the world wide web اللي هي شبكة العنكبوتية للمعلومات هاي رقم سبعة اوكي ورقم تمانية اللي هي smart phones the first smart phones اللي هي الهواتف الذكية اوكي هلا بالنسبة للتاريخ اللابتوب كان بسنة 1983 بالنسبة لل world wide web بسنة 1990 وبالنسبة لل smart phones بسنة 2007 اوكي فهون عبارة عن سبع اختراعات سبعة تمانية تمن اختراعات وكل واحد سنة تحدوث هون تمام هون تمام مس هل في حفظ للتاريخ اكيد لا عندكم ما ده التاريخ بتكفي وتوفي تحفظوها اوكي اوكي لكن لما بيسألوك هلأ ركز معين كيف بيسألوك عن التاريخ دائما دائما التاريخ بيسألوك عنه بين متى مثلا متى تم إنتاج الكمبيوتر متى بتعطو تاريخ طب كيف يسألوك ممكن يسألوك اي اختراع اللي صار بسنة كذا كيف يسألوك عن الاختراع مس كيف يسألوني عن الاختراع بيسألوك بويتش ويتش يعني اي ويتش انفنشن خلينا اكتبلكم اياها كمان ويتش انفنشن يعني اي اختراع صار بسنة مثلا الـ 58 بتحكولو بيسألوك عن الاختراع وعن التاريخ خلصنا خلصنا فيه هلا كم معلومة احكيلكم اياها طبعا عرفنا الكمبيوتر تشب باي ثاني خلص الكمبيوتر جيم باي ثاني خلص الكمبيوتر ماوس باي ثاني خلص الفلابي ديسك الفلابي ديسك اعطوني فائدته جدا مهمة ممكن يجريب لي سؤال اقتباس عن فائدة الفلابي ديسك فائدته which meant that وهذا يعني انه الفلابي ديسك information could be shared between computers انه انا بقدر اشارك المعلومات بين الكمبيوترات الفلابي ديسك ابحثوا عنه على جوجل لحتى تشوفوا الشكل هو مثل قطعة سودا هاد يعني يعني يادوب يادوب وقتها زمان كان يخزن ملف كتير بسيط يعني صورة هلا بايامنا اللي هلا الفلابي ديسك مستحيل يخزنها بخزن ميقات قليلة جدا فكيف مبدأ السي في سوري السي دي بحطه مثلا بجهاز بخزن عليه ملف بشيله من جهازي بعطيه لصاحب تيب تحطه بجهازها بتاخذ الملف من عليه زي مبدأ الفلاشي هلا تمام فهدولا كانوا زمن فهو انه بشارك المعلومات ما بين الكمبيوترات ها هي فائدته بس اوكي نيجي على البي سي البيرسنال كمبيوتر البي سي اللي هي اختصار لبيرسنال كمبيوتر بيرسنال يعني شخصي كمبيوتر يعني كمبيوتر شخصي يعني كمبيوتر يستخدموه شخص واحد فقط بس اوكي شو بعدين طبعا فائدة الكمبيوتر الشخصي مش قبل كانوا عاملين كمبيوتر واو حجم الغرفة هلأ صار عندهم كمبيوتر شخصي بتقدر الناس هاي people could buy computers بتقدر تشتر الكمبيوتر يات تستخدمها بالبيت لانه مش الكل عنده بيوت كبيرة يجيب هداك الكمبيوتر الكبير خلصنا نيجي على اللابتوب اللابتوب بس بسنة الثلاثة وتمين معتوني أي معلومة زيادة عنه مين اختراها رح يحكولي فبسألوك بهو من مين اللي اختراها بتحكي لهم العالم البريطاني هو اللي طور الورد وايد ويب بس ممكن يسألك بمين بعدها بحكي لك لحتى الالفين وسبعة ظهرت السمارت فونز اللي هي الهواتف الذكية اغلب الناس تستخدم موبايلاتها يعني كل يوم بس ما في اشي تاني غير هيك نيجي على الضمائر عندي ضمير ويتش ضمير الويتش يعود على الشيء قبله غير عاقل فهون الويتش بيحكي عن دا فلابي ديسك انه الفلابي ديسك هو يعني انه يشارك المعلومات ما بين الكمبيوترات شفي عندي ضمير تاني عندي ات it was not until لحتى الالفين وسبعة اول سمارت فونز ابيرد فهون لقيت اللي هي رح تكون على لحتى الالفين وسبعة اوكي يلي هي رح تحكي عن انه سمارت فونز ابيرد انه الهواتف الذكية ظهرت هون الات رح تكون تريد عليها على جملة انه يعني بوقت الالفين وسبعة اسمعوا نادرا نادرا ما تكون الجواب بعد الضمير بالعادة قبل الضمير هدول اللي بعد الضمير ما بيجوا بالوزارة بس للاحتياط انا بعطيكم اياهم نيشي هلأ لضمير there there يعود على جمع جمع عاقل او غير عاقل بحكي لك موبايلاتهم اللي بيستخدم موبايلاتهم كل يوم مين اللي بيستخدم موبايلاتهم كل يوم هون there بتعود على most people ما تحكي لي people لحالها لا most people اوكي نيشي هال English meanings هدول computer chip حكينا رقاقة computer اللي هي هون بتدي اياكم اضيفو لي على الدوسية قبل كلمة piece كلمة small يعني صغير هتكون جوابها small piece قطعة صغيرة inside the computer الcomputer chip الرقاقة ملزقة على الكيس ما بتنشال منه لي لانها بتخزن المعلومات فهي داخل الكمبيوتر اوكي قطعة صغيرة داخل الكمبيوتر هي ها لحفظ المعلومات floppy disk القرص المرين شوفوا كيف رح تحفظوا من كلمة disk تحفظوا ديسك كمان مش بس ديسك لحالها اشي تاني هاد القرص المرين بيكون magnetic مغناطيسي removable removable يعني بقدر ادخله بالجهاز بقدر اشيله مجزل الكمبيوتر تشيب تضلها ملزقة بالكمبيوتر اوكي فليكسة بالمعنى مرين لانه اسمه القرص المرين فهو قرص مغناطيسي قابل للازالة ومرين PC الPC اللي هي حاسوب شخصي يستخدم من قبل شخص واحد فقط world wide web الشبكة العنكبوتية للمعلومات اللي هي known as the internet تعرف بالانترنت سمارت فونز الهواتف الذكية اللي هي موبايل فون فقط لا غير اوكي اوكي هيك خلصنا هاي الفقر خلينا بس هلا نجاوب اسئلتها لهيك رح احذف كل هاد اوكي تمام نيجي هلا اعمل الاسئلة الاسئلة كتير كتير حتكون سهلة سؤال عشرة اذا بالبداية ما بيان لك نوع السؤال روح للنهاية بحكي لك write them down من ضمير them اكتبهم اكتب ايش يعني بده هون سؤال تعداد بحكي لك العلماء اخترعوا two things شغلتين اللي هم علاقة بالكمبيوتر خلال الستينات شوفوا حطت اللي s يعني هون عقد يعني فيه شغلتين اخترعت بالستينات شو هم اللي بالستينات يلي هم طبعا the first computer game لانها كانت بالنينة وستين وبعدها بسنتين يعني بالالف وتسعمية واربعة وستين شو صار عندي اللي هي computer mouse فالجواب بيكون the first computer game and computer mouse السؤال 11 what happened شو صار لما هم انتجوا floppy disk ينزيك انو بحكي لك شو فائدة الفلوبي ديسك اللي هي انت بدك تكمل اللي بعده تحكي which meant that هذا يعني انو المعلومات بقدر اشاركها بين الكمبيوتر بس طبعا هاد السؤال مش اقتباس مشان هيك اخدناه منه عند النقطة السؤال اللي بعده code the sentence اقتبس الجملة اللي بتبين impact يعني اثر اختراع لفلابي ديسك هلأ هون بده اقتبس جملة لفلابي ديسك فبتقتبسها كاملة من عند التايخ في طلابي ببلشها من the floppy disk هاد اشي كتير خطأ ببلشها من الحرف الكبير لعند النقطة هاده هي الجملة اللي بتبين اثر اختراع لفلابي ديسك السؤال 13 برضو اقتباس write down the sentence بحكي لك اكتب الجملة اللي بتحكي عن period بيريد يعني فترة او مدة اختراع الفرست ماوس عن اول فقرة كومبيوتر فبتيجي وين على اول فقرة هايها اقتبس الجملة كاملة بتاخدها من هوا من البداية the first computer game للنهاية هاي الجملة اللي بتبين مدة اختراع الكمبيوتر ماوس السؤال اللي بعده وتوضيه invention ما هو الاختراع يلي صار بال64 طبعا ال64 اللي هي بعد 62 بسنتان اللي هي طبعا computer maus عم بتلاحظوا انه عمنا حاطة كتير اسئلة بس بصيغة مختلفة لحد تكون جاهز لاي صيغة بتعطيكيها الوزارة لهيك طلابي ما بيعانوا ابدا ابدا باسئلة النصوص سؤال 15 بحكي لك العلماء اختراعوا اختراع اوكي او عملوا اختراع سهها المشاركة المعلومات بين الكمبيوترات اكيد قصدهم عن مين عن floppy disk هذا هو الجواب بيكون السؤال اللي بعد list list يعني عدد عدد الاختراعات يلي بين 58 وال74 يعني بين 58 وبين 74 يعني لا تذكر لي لل58 ولا ال74 فقط اللي بينهم هلا ال74 هايها ما بدنا اياها وال68 ما بدنا اياها فبنعدد اللي بينهم اللي بينهم first computer game first computer mouse واللي floppy disk بس هدول ثلاث اختراعات اللي بين هدول اوكي اوكي بس بالعادة بالوزارة بحددولك كم بدهم بالزبط what was the invention ما هو الاختراع يلي سمح للناس تستخدم الكمبيوتر بالبيت اللي هو طبعا الPC اوكي بحكي لك هون وين يعني متى متى اول laptop سير available يعني متاح للكustomers customers يعني للزبائن لأول مرة لأول مرة اللابتوب هايو وينو هايو اللابتوب بتحكيله in 1983 كومان ايرو بعدين سؤال english meaning بحكي لك اعطيني three party phrase three party phrase يعني كل ما مجزئة من ثلاث اقسام هذا هو تعريفها انت لما تشوف من خلال هذا التعريف كلمة انترنت وثلاث كلمات معناتو بتعرف انه الجواب world wide web كيف عرفنا اني شايفين ان السؤال بساعدك اذا بدو كلمة كلمتين ثلاث وانهاد كله شرحتوا بالتفصيل بالحصة اللي تبعت النصوص على اليوتيوب اوكي شرحتها بالتفصيل هي من حصص تأسيس اوكي اخر سؤال هو هو بمعنى من مين اللي طور ال world wide web يلي هو طبعا عمه the British scientist Tim Bernersley العالم البريطاني Tim Bernersley خلصنا هاي الفقرة يجعل آخر فقرة بهذا الدرس عندي rely on depend on يعني يعتمد على everyday كل يوم future مستقبل further بالإضافة لذلك يعني كلمة further حتيجين حتى بآخر نص بالفصل الثاني يعني آخر وحدة بالفصل الثاني حتيجينه فيها الكلمة life الحياة capable قادر على same نفس الشي glasses نظرات likely محتمل homes بيوت happen يحدث also أيضا how كيفية changes تغيرات aspects جوانب heater تسخن أو تدفى watches ساعات do يعمل أوكي نيجي هلأ على هاي الفقرة بحكي لك what will happen in the future طب شو حيصير بالمستقبل أنت حكيت عن إشي سابقة بالتاريخ شو حيصير بالمستقبل you can already buy watches رح تقدر تشتري ساعات هاي ساعات can do تقدر تشتغل the same as mobile phones نفس شغل الموبايلات وبالفعل هذا الإشي صار لأبل watch سنة نحن منقدر نستخدمها كأنه عم نستخدم موبايلنا بحكي لك كمان scientists have also العلماء كمان develop طور glasses نظارات هاي النظارات are capable of doing even more than this بتقدر تعمل أكتر من هيك كيف نظارات الـ VR فيه ألعاب موجودة بعمان اللي بتحط فيها نظارات وبتتخيل حالك على مبنى عالي وعم تمشي وبدك توقع هاي عملت أكتر من هيك وفيه كمان نظارات اختراعوها عم بتصور نفس الموبايل أكيد شفتوها على الانستغرام هدول الاختراعات بالفقرة طبعا إحنا صاروا عنا وخلصوا لهيك هاد المنهاج قدام وخلص هم هلق عم بعملوا منهاج جديد فهدول كيف رح يسألكم عنهم بسألكم عنهم بفير تشاريستيك تشاريستيك تيكنولوجيز تقنيات مستقبلية اللي هما واتشز وقلاسز هاي واحد وهاي اثنين أو بسألكم عنها بديسكورز أوكي ديسكورز اللي هي اكتشافات تمام نيجي هلا على الفقر التانية Life in the future الحياة بالمستقبل هاي جملة مهمة كتير لأنه بتحكي عن رأي الكاتب اللي كتب الدرس الحياة بالمستقبل is going to see الحياة ستشهد further changes in computer technology الحياة ستشهد إيش الحياة ستشهد أوكي further changes اللي هي كتبهم أنا هون تغيرات بالإضافة لذلك في تكنولوجيا الكمبيوتر الحياة لسه فيها تغيرات أكتر من هيك ما حدا يترجم لي ياها الحياة سترى الحياة ما قالها عين تشوف الحياة ستشهد تغيرات في تكنولوجيا الكمبيوتر وكل يوم عن يوم بزيد هذا الشي طبعا هاي الجملة بتحكي عن prediction prediction اللي هي بمعنى تنبؤ تنبؤ من الكاتب الكاتب بتنبأ لنا هاي الجملة من الكاتب هلا في جملة تانية شو بتحكي it is likely ومن المحتمل كلمة likely كتير مهمة رح ناخذها بقاعدة من قواعد الوحدة الأولى كمان من المحتمل كل جوانب كل جوانب حياتنا اليومية كل جوانب حياتنا اليومية تعتمد على الكمبيوتر تكنولوجي أوف كيف وفعليا هذا الاشي صار يعني أنا مستهل قدر أمشي خطبتين بدون الموبايل بدور على الاسم محلو على الموبايل على الجي بي اس ببحث عن أماكن كل إشي على الموبايل الوحد بطل قادر يعمل شي فبيحكيك كل جوانب حياتنا حتى أعتمد على تكنولوجيا الكمبيوتر طيب انت بتحكي لي كل جوانب حياتي أعطيني مثالا عليهم المثال الأول from how we travel كيفية السفر travel سفر to how our homes are heated كيفية تدفئة منازلنا هدول أمثلة على الجوانب يلي حياتي بتعتمد فيها على التكنولوجيا فالسؤال الثاني هاد ممكن يجيك عليه سؤال تعداد أو سؤال اقتباس أوكي أوكي بس هيك بإحنا بنكون خلصنا هاي الفقرة english meanings فيها which which طبعا بتعود علي قبلها watches وذات علي قبلها glasses في عندي هون ضمير this ركزوا لي عليه لما نيجي هادا مهم كتير تفهموا بحكي لك إنه العلماء طوروا نظارات قادرة قادرة على عمل أكتر من هيك مش حكالي الساعة بتشتغل نفس شغل الموبايل والنظارات هتعمل أكتر من هيك هيك اللي هو أكتر من شغل الموبايل فون فذا this رح تعود على اللي هي do طبعا ما بصير اسمعوا معلومة كتير مهمة رح أضل أعيد لكم يا بكل دروس المادة كاملة إنه كتير مكررة بدروسنا ما بصير أرجع ضمير على فعل إذا طب ما في يعني أنا لازم أرجع لأنه هو برجع على فعل إذا مضطرة ترجعه على فعل تعطي للفعل ing فهونا do إيش بتصير doing doing the same as mobile phones نفس عمل mobile phones يعني إنه أكتر من هيك اللي هي أكتر من نفس عمل الموبايل فون إذا بتلاحظوا أنا قبل شوي بالفقرة الأولى رجعت ضمير هذا ضمير it رجعته هون قلت لكم على to complete ما قلت لكم على complete ليش؟ لأنه to complete ما بصير أرجعها فعل فأخذت معها تو إذا بدك ترجعها على complete فلازم لحالها فلازم أنك تعطيها ing completing وبتكمل هاي معلومة جدا جدا مهمة وبإذن الله كل ما تمروا معنا رح أذكر لكم إياها أوكي أوكي فبس هاي هي بالنسبة للضمائر نجاح الضمائر بالفقرة الثانية ما في عندي أي ضمائر خلصنا نجح هلأ في عندي English meaning rely on يعتمد على لهي trust or confidence لديه ثقة بشيء أنت تعتمد على إيش أنت بدك تثق فيه الأسئلة عندي هون سؤالي أول شو نوعه؟ طبعا write them down من write them down تعرف أنه تعداد بحكي لك في two futuristic technologies تقنيات مستقبلية راح تكون متاحة شو هم مالي هما طبعا watches and glasses في عندكم حيكون بالدوسية لقدام سؤال وتحته سؤال فيه بيبدأ بشحطة السؤال اللي بيبدأ بشحطة هو نفس صيغة السؤال اللي فوق أو نفس السؤال اللي قبله بس بصيغة مختلفة لأنه هون حكيت لك فيه اختراعات مستقبلية حتكون متاحة السؤال الثاني شو بيحكي لك؟ الناس استخدمت اكتشافات بتشتغل نفس شغل الموبايل فون اكتبهم فحتشوفوها كتير لقدام إنه سؤال وتحته سؤال بس بيبدأ بشحطة هاي صيغة تانية له عشان تكون جاهز لكل الصيغ سؤالتنا نوع 20 نفسي أن تخطبس لعند الذات human's life كتير طلاب ما بعرفوا شو ما أنا كلمته human human يعني إنسان life يعني حياة الإنسان well depend on تعتمد علينا شايفين depend on إجت بالسؤال مشان هيك أنا هون حطي لكم rely on depend on rely on هي بالفقرة depend on تجيكم بالسؤال فبيحكي لك أنه حياة الإنسان ستعتمد على الكمبيوتر جدا من كلمة rely on أنت بتعرف كلمة depend on تعتمد على وبتعرف rely on تعتمد على بتيجي بتقتبسها اقتباس هاي هي الجملة اللي حكت عن حياة الإنسان ستعتمد إيش ستعتمد على الكمبيوتر جدا أوكي السؤال اللي بعد the writer الكاتب specify سحدد two aspects جانبين للأفردي لايب للحياة اليومية اللي رح نعتمد عليها بالمستقبل بيحكي لك write them down اكتبهم جوانب شوف حكالك aspects aspects من هون حكالك أنه كل جوانب حياتي اليومية هاي الأسبيكت عدد لي اثنين مش يجي طالب يذكر له هاي الجملة لا التعداد بدي يكون from how we travel كيفية السفر وhow our homes are heated تدفئة منازلنا هذا هو رح يكون الجواب آخر سؤال what is the writer's prediction prediction كتبتلكم إياها بمعنى تنبؤ ما هو كتنبؤ الكاتب بالرجوع لتكنولوجيا الكمبيوتر التنبؤ اللي هي هاي life in the future حيث في المستقبل ستشهد تغييرات بتكنولوجيا الكمبيوتر هاي هي الجملة اللي بتحكي عن تنبؤ الكاتب بالمستقبل طبعا هون عندي دوسية كل الضماري اللي أنا جاوبتلكم إياها رح تكون موجودة هون أوكي وهون عندي أجوبة الأسئلة تمام كاملة رح يكون في عندكم هون الأجوبة في بعدها أسئلة التفكير ناقد تكون تعرفوا الشغلة التفكير ناقد جدا مهم لكن أنا ما بجاوب الأسئلة خلال الدرسيني أنا هلأ ما بجاوبكم على التفكير الناقد بنفس اللحظة بس نخلص إن شاء الله على البطاقة أسئلة التفكير الناقد أوكي رح يعني بس نخلص أول ثلاث نصوص رح أعطيكم حصة واحدة للتفكير الناقد للوحدة الأولى وهكذا الوحدة الثانية والثالث والرابعة رح أعطيكم طريقة كيف ما كنت مستصعب التفكير الناقد رح أعطيكم هلأ أنا بس بدي شو أعطيكم هم حكولي حضريها على اللوح بس أنا نسيت أحضر أوكي بدي أكتبلكم رقم في طلاب ممكن يكون يطلبوا الدوسية سوريا مش الدوسية البطاقة لكن أنا بدي أكتب لكم الرقم هون اللي هو رقم المندوبة تمام 07-8-135-3387 هذا هو رقم مندوبة البطاقة فأنتوا أي حد بديوا يطلب بعرف أنه تقعدوا تلفوا الدنيا فلا هذا هو رقم المندوبة تمام اعملوا سكرينشوت أوكي لحتى أنه لما بدكم تطلبوا تبعتوا واتساب ما ترينه فقط شو واتساب أوكي هاي واتساب تفقنا تفقنا تبعتوا واتساب بتطلبوا البطاقة وإن شاء الله نحنا حنكمل حصص رح نبلش بطريقة كتير منيحة متى ما حكيت لكم هيكون في مراجعة نهاية كل نصوص خلصنا طلت نصوص في مراجعة لهم الوحدة الثانية خلصنا أربع نصوص في مراجعة لهم كيف ما كان مستواك أكيد أنت كيف ما كان مستواك اليوم فهمت الحصة وكمان بدي منكم شغلة تحلوا هذا السؤال الوزاري يلي موجود بعد كل قطع أنا حطي لكم سؤال وزاري لحتى ما تستصعبوا الأسئلة الوزارية وتتعودوا عليها انتخيلوا من أول حصة رح تحلوا أسئلة وزارة تمام فبدي إياكم اللي مع الدوسية يحل الأسئلة الوزارية وينزلها وين هلأ بحكي لكم وبتنزلوها وين على جروب الفيسبوك إذا أنت مموجود بجروب الفيسبوك وردو ابعت لرقم المندوبة بدي رابط جروب الفيسبوك لحتى بتنزل شايف هذا السؤال الوزاري بتنزله مع الحل تبعه وأنا بصحيح لكم إياه من هلأ تخيلوا من أول ناس تتعود على حل أسئلة الوزارة فما رح توصل للفصل الثاني غيره وأنت أسئلة الوزارة سهلة كتير لهيك الحمد لله طلاب بفللوا عندي بالنصوص من أولها متعود على الوزارة لأنا بعرف طلاب يعني آخر السنة لسه ما فتحوا طلاب هلأ 2006 ولسه ما فتحوا أسئلة وزارة وهذا طبعا كتير خطأ لأنه أنت بدأت تتعود عليها لحتى توصل الامتحان وإنت ماسك الوراء وإنت شايف كل شي فيها من قبل وهيك بتكون خلصت حستنا لليوم شكرا لإستماعكم بتمنى تكونوا استفدتوا بإذن الله أنا متيقنة تماما إنكم استفدتوا هيك بتكون خلصت حستنا لليوم thank you for listening bye bye